أبو ياسيم من فرنسا أجبت عن سؤاله الأول في سؤال الثاني يقول هناك شخص يعني اسمه عبد النبي فهل إذا أردت أن أناديه أقول يا عبد رب النبي الجواب نعم يا أخي الفاضل بالنسبة للشخص لا يجوز أن يسمي ابنه أو أن يعبد اسم ابنه أو اسمه هو بغير الله عز وجل لا يجوز أن يقول عبد النبي عبد الرسول مثلا لا يجوز أن يقول يسمي ابنه عبد أبي بكر عبد عمر عبد عثمان عبد علي عبد حمزة عبد هذا كله محرم ولا يجوز لا يجوز الإنسان يعبد الاسم لغير الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي عبدت لغير الله عبد العزة وعبد شمس عبد الرحمن بن عوف كان اسمه معبد لغير الله غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن وهكذا كان يغير النبي عليه السلام كل اسم عبد لغير الله فأنت الآن عندك خطوتين الخطوة الأولى تقول لهذا الشخص غير اسمك أو أضف رب عبد رب النبي أو عبد رب الرسول إذا رفض ما تناديه ما يجوزك تقول له يا عبد النبي أو يا عبد الرسول قول له يا عبد رب النبي يا عبد رب الرسول وأعتقد له أن الناس كلهم نادوا بهذا الندى سيعني ممكن أن يتجه اتجاه صحيح وسليم فيذهب يغير اسمه بالكلية يسمى نفسه عبد الله والعبد الرحمن أو يضيف رب حتى يعني يكون اسمه عبد رب النبي